أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان الإغاثة والأعمال الإنسانية دكتور عبدالله الربيعة أن المملكة دأبت على مد جسور الدعم والمساندة للمجتمعات والدول المحتاجة حتى أضحت في مقدمة الدعمين للعمل الإنساني والتنموي على مستوى العالم وفق ما تشير إليه إحصاءات المنظمات الأممية للعمل الإغاثي والإنساني وأوضح أن الشعب الفلسطيني حضي بنصيب وآفر من هذا الدعم على مر التاريخ تأكيدا للروابط العريقة التي تربط بين الشعبي المملكة وفلسطين حيث بلغ مجمل ما تم تقديمه من مساعدات إنسانية وتنموية ومجتمعية خلال الفترة من العام الفين وحتى 2018 يضاف إليه ما قدمته اللجنة الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي ولفت المشرف على مركز الملك سلمان إلى أن الدعم تنوع ما بين المشاريع الإغاثية والإنسانية والتنموية والتعليمية والإنشائية فضلا عن مشاريع البنى التحتية والأمن الغذائي وكذلك المساعدات الخيرية وبرامج الأوقاف ودعم الأسر المحتاجة وغيرها اشتركوا في القناة